صفات الله وعمل الله تقول لي احنا ندي فيه دروس ما سهل ربنا طيب وربنا ضابط الكل وربنا ليه بنعيد الدروس دي بالذات لأن الصفات الإلهية هي أساس الرجاء هي موضوع الرجاء هي اللي تخليك ما تيقش أبدا انت تيقس إمتى لو شكيت في لحظة ان ربنا بيكرهك لو اقتنعت ان ربنا ضدك لازم تيقس لكن طول ما انت متأكد انه بيحبك اليأس ما يدخلش معرفش يدخل إيه اللي أنقص بطرس بعد ما عمل عاملة صعبة قوي انه ما قدرش ينسى ان المسيح بيحبه ما كانش قادر ينسى انه دعاه وتوصى بيه ودخل بيته وشفحماته ودخل المركب جاب له سمك وجعله واحد من الرسل يعني مش ممكن بعد ده كله ينساه فلأن ربنا بيحبه دي صفة إلهية ثابتة ربنا ما بيكرهش ولاده أبدا مهما عمله خلاص يبقى ما فيش مجال لليأس افرد الدنيا مش مشي معك والخطايا مش رادية تروح والمشاكل مش رادية تتحل عندي سؤال تاني بره ده كله هو لسه بيحبك بيحبك طب خلاص كل اللي فات ده مش مهم عشان كده المسيح لما قعد مع بطرس بطرس كان عاوز يقول له أنا وحش وما انفعش وأنكرتك والعنت وحلفت وطلعت بأي كلام سأله سؤاله واحد أنت بتحبني قال له خلاص كل اللي بتقوله ده مش مهم الله يحبك لأنه محب للبشر أكتر ما بتحب نفسك صفة تانية أن ربنا بقى له طويل أنت زهقت من نفسك وأنا كمان زهقت مش منك مني لكن ربنا ما زهقش مننا أنت بيجي لك وقت بتبقى مضغاز لأنك فعلا زهقت من نفسك طب مين قال لك أن ربنا زهق أنت عبتحطت ربنا قدك طب أنت قد كده قصة ربنا كبير عاو فأنت طبيعي تزهق من نفسك لأنك إنسان محدود لكن ربنا إله غير محدود فعنده بال طويل حتى لو خطايا بلا عدد ربنا رحمته بلا عدد كمان صفات الله أن الله قادر أنت توقف تقول له بص يا رب أنا مش قادر بس أنت قادر خلاص مش قادر أصلح في الناس مش قادر أصلح الظروف مش قادر أصلح في نفسي مش قادر أنجح في حياتي طب وبعدين أنت قادر مش هو اسمه قادر من صفاته القدرة يبقى ما فيش مجال لليأس اليأس ده لو أنت أنت مش قادر تيأس لكن هو قادر يبقى ما تيأس كمان الله أمين في وعوده هل ربنا ممكن يطلع كداب حاشا ليكون الله صادقا وكل إنسان كاذبا يعني لو كذبوا البشر كلهم لا يمكن ربنا يجذب اللي قال أنا معاكي بقى معاك واللي قال بحبك هيوضل يحبك واللي طبعه الرحمة مش هيغير في طبعه وبالتالي إذا كان أمين في وعوده كل ذه يطرد اليأس